بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهول أحلت لكم بئينة الأنعام إلا ما يكلى عليهم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القبائد ولا الهدي ولا القبائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وربوانا وإذا حلمتم فصراد ولا يدمنكم شمآن قوم أو مصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدن وتعاونوا على البر والتقوان ولا تعاونوا على الإثم والعبوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حلمت عليكم الميتة والدم ونحمل في زير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيكم وما زبح على الموصب وأن تستقسموا بالأزلاق ذلك الفسق اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشعوا وحشعوا اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمنغ القر في مخنصة غير متدارف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبات وما علموا من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنستنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم إذا آتيتوهن أجورهن محصنين غير مسافئين ولا متخذي أقدار ومن يتل بالإيمان فقد حبق عمل وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا روهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بمئوسكم وأرغمكم إلى الكعبة وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو داء أحد منكم من الغائط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تجدوا الماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليدعل عليكم من حرب ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقة الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطَةَ وَلَا يَذِمَنَّكُمْ شَمْآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَبِلُّوا بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَا وَأَجْرَنْ عَمُّمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِينَ يَا أَيْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبَسُكُوا إِلَيْهُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَدِيَهُمْ وَلْقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهِ إِنِّي مَعْكُمْ لَإِنْ أَقَبْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ السَّكَاتَ وَآَمَنْتُمُ بِرُسُلِي وَعَذَّرُكُمْ وَأَقَرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقَرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنْ عِنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْذَذَكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِهُمْ مِيثَاقًا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسْوَ حَظًّا مِنْمَا ذُكِّرِنْ بِهِ وَلَا كَزَالُ قَدْطَلِعُوا عَنَا خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحِسِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقًا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْفَرْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّرُونُهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَنَا الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَسِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُونَ عَنْ كَسِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِبْوَانًا صُولَ السَّلَامِ وَيُخْرِبُهُمْ مِنَ الظُّرُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذِّهِ وَيَهْدِيهِ إِلَى صُرَاتٍ مُّسْتَقِيمٍ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينما يخلق ما يشاء والغار على كل شيء قدير وقالت الله والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا أن تقولوا ما جاء من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقوم يا قوم اظهروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يكي أحدا من العالمين يا قوم دفل الأرض مقدسة التي كتب الله لكم ولا تركدوا على أببارك فتنقلوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبالين وإلا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكبوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا مما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فإنها من قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسفين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يترمون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسفين وادلوا عليهم أن أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقدم الله من المتقين لئند سط إلي يدك لتقتلني ما أنا بداسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثلك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسسين فبعث الله الغرابين يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعتزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على من إسرائيل أنهم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسركون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولهم ويسعون في الأرض فسادا أن يقدلوا أو يصلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون الأرض ذلك لهم خسنوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عنهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليهم وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرزوا من النار وما هم بخاردين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كابا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد غيره وأصلح فإن الله يقوم عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يعذب منك الذين يسايعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم نؤمن قلوبهم ومن الذين آذوا سماعون للكذر سماعون لقوم آخرين لم يأمنوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن متيتم هذا فقلوا وإن لم تؤتوا فاحزروا ومن يرد الله فتنة فلن تملك لهم من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزين ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذر أكالون للسحر فإن جاءوك فاحزروا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضيوك شيئا وإن حكمت فاحزروا بينهم بالقصة إن الله يحكم المقصة وكيف يحكمونك وعندهم الدورات فيها حكم القانس ما يتولونني بعد ذلك وما أولئك بالأمين إن أنزلنا الدورات فيها هدى ونور يحكم بأن النبيون الذين أسلموا للذين آل والربانيون والأحبار لما استحفروا من كتاب الله وكاهم عليهم شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الدورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الدورا وهدى وموعظة للمتتنين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسسون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤيمنا عليه فاحكموا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شبعة ومنها جاءك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مربعكم جميعا فلنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكموا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسسون أفحكم التاهلية يبغلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القرن الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشاء تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيشبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وآلاء الذين أقسفوا بالله جهد أيمان إنهم لبعاهم حبطت أعمال فأصبحوا خاسدين يا أيها الذين آمنوا ومن يرتد منهم عن ديني فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سسين الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليه الله ورسوله والذين آمنوا الذين يهمون الصلاة ويحبون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله غالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا وردي لكم هزؤاً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء والكفار أولياء واتقوا الله أنكم وأنتم مؤمنين وإذا ناديكم إلى الصلاة اتخذوا هزئاً ولعباً ذلك لأنهم قول لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مما إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أجسركم فاسقون قل هل أنبئكم بشرهم من ذلك مثوبة من ذبرا بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعمل الطابوت أولئك شرهم مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرضوا به والله أعلم بما كانوا يكلمون وترى كثير من يسارعون في الإثم والعبوان وأكلم الصحف لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاء والربانيون والأعبار عن قولهم قولهم الهثم وأكلمهم السحف لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود الله المغنون قلت أيديهم ولعنهم لما قالوا بل يداهم بسرطتان انفق كيف يشاء وليزيد أنك أسيرا مما أنزل إليك من ربك قريانا وكفرا وألقينا بينهم العبارة والبراء إلى يوم القيامة كلما أوقضوا نارا للأرض أطفاء أطفاء ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أقروا الغرات والإنجيل وما مزل إليه من ربهم لأكدوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يَا يَا أَيْمَا يَا أَيْمَا أَيْمَا وَلَيْمَا وَلَيْمَا يَا أَنْ وَلَيْكَ يَا أَيْمَا يَا أَيْمَا يَا أَيْمَا يَا أَيْمَا يَا أَيْمَا يَا أَيْمَا صنص فتاب الله عليه مع صنص كثير منهم والله رصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنهم من يشهد بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله ويحب وإن لم ينتقوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يدعون إلى الله ويستغفرونه والله رفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وهم صديق كان يأكلان الطعام انظر كيف نبيم له الآيات ثم انظر أنا يفكون قل أتعبدون من بدون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو الشديع العليم قل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا وهو أقوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بدي إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كريم فعلي لبئس ما كانوا يفعل ترى كثيرا من يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أغزل إليهم اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا يهود والذين أشرقهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن من قسيسين وربانهم وأنهم لا يستكرون وإذا وإذا سمعوا ما أموزل إلى الرسول ترى أعملهم تفيض من التمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا من الله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابه الله بما قالوا جنات تدري من تحتها الأمهار الخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحب الله لكم ولا تعتذن إن الله ذا يحب المعتدين وكلوا مما رزقت الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أن تن به رئيم لا يؤاخذكم الضار باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقبكم الأيمان فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو قسوة أو تحرير رقبة فمن لم يدف صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعد لكم تشكرون يَا أَيْوَا يَا أَيْوَا يَا أَيْوَا يَأْ تِعَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْرَاءَ وعطيه الله وأطيع الرسول واحزره فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات هناك فيما طعموا إذا متقوا وهامنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلوا لأنكم الله بشيء من الصيد تناده أيديكم ولما حكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنا تنفروا ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وذال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز زندقام أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشروا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما يكبرون وما تكون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة خبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلهم مفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزلوا القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قول من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعطلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليهم أنفسكم لا يظهروا من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتهين الوصية إثنان دواعد منكم أو آخران من غيرهم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتهم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبطوا لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قوبا ولا نكون شهادة الله إننا إذا لمن الآزمين فإن أثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا ومعتبينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يألوا بالشهادة على وديها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسسين يوم يلمع الله الرسل فيقول ماذا أجبهم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغد إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخمض من القين كأيئة الخير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمأ والأبرص بإذني وإذ تخرد الموتى بإذني وإذ كفر بني إسرائيل عنك إذ جدتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أنها مندي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا نسلمون إذ قالوا الحوارين يا عيسى بن مريم أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يدعو بعض منكم فإني أعذبهم عذابا لا أعذبهم أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى أين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلتهم فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيب ما قلتهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيت لي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات من تجن تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورغوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ذلك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير